اهلا بكم في الحلقة التانية من سلسلة تعلم كتابة برومت احتراف في الحلقة الاولى كنت شرحت لك اللي تقدر تعمل بها التصميمات اللي هتظهر لك على شاشة دلوقتي وناس كتير استفادت من الفيديو وعجبها وتقدر تشوف الحلقة من اللينك اللي هيظهر لك دلوقتي على الشاشة وفي حلقة النهاردة هنكمل مع بعض السلسلة وهنشرح ازاي نعمل التصميمات دي قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتسيب لي رأيك في تعليق وعايزين نكمل تلاتين الف مشترك في اسرع وعدت وما تنساش تدعي لاخواتنا ربنا انصرهم يلا بينا هنبدأ مع بعض الوقت الشرح اول تصميم معنا وهنعتمد على العناصر دي في انشاء اي برومت اول حاجة هنحدد فكرة الفكرة هنا في التصميم ده ان احنا عايزين نعمل شخصية برتقالة لطيفة تكون قاعدة كده بجانب كأس المفروض ان الكاس ده في عصير برتقال فالمفروض ان البرتقالة هتبص على الكاس ويبقى مكتوب كده فوق الصورة كلمة مام اللي هو امي بمعنى ان هو تم عمل مامته عصير دي اول حاجة في تحديد فكرة تاني حاجة وهو وصف الشخصية الرئاسية للتصميم الشخصية الرئاسية عندنا في التصميم وهي شخصية البرتقالة شخصية برتقالية بعيون كبيرة ومستديرة وسحيرة كده احنا عملنا وصف الشخصية بتاعته ثالث حاجة وهي تفاصيل التصميم والتفاصيل دي زي ان الشخصية تجلس بجانب كأس طويل ايضا ممكن نضيف فكاعة حوار بجانب الشخصية مكتوب فيها كلمة مام ده برضو حاجات لازم نضيفها للبرومت بتاعنا رابع حاجة وهو تكوين الخلفية ايه اللي احنا عايزين نضيفه لتفاصيل الخلفية زي رسم سطح المطبخ تحت الكاس وجود شرايح برتقال متناصر على السطح نستخدم اضاءة درامية في الخلفية بتعزز المشهد وبتبرز العناصر الرئيسية في المشهد كده ده تكوين البرومت بتاعنا بنان عليه بقى هنبدأ نكتب البرومت اللي هيظهر قدامنا ده تصور لوحة سينمائية قريبة ويجزابة شخصية برتقالية ساحرة ولطيفة بعيون كبيرة ومستديرة وظريفة وساق صغيرة وأيد وأرجل صغير كده وصف الشخصية هذا المخلوق المتحرك الواقعي جالس بجانب كأس طويل مليء بعصير البرتقال الذي ينبعث منه توهج مشاعر الشخصية البرتقالية التي تبدو عليها تعبيرات المفاجأة أو القلق تنظر إلى داخل الكأس وتقول أمي في فقاعة حوار سطح المطبخ تحت الكأس مزين بشرائح برتقال متناثرة بما يضيف إلى الأجواء المارحة المشهد الخلفية مضاءة بطريقة درامية مما يعزز التباين ويخلق سردا بصريا سحرا كما تعرض اللوحة عناصر من الطباعة والرسم والأزياء ممزوجة بالفانتازيا الدكنة لتشكيل تكوين خيالي ممتل لما جمعنا التفاصيل اللي احنا بنان عليها أسسنا التصميم بتاعنا جمعناه في البروميت بشكل ده اللي لو دخلنا على موقع زكاة الصناعي وحطينا التفاصيل دي هيطلع معنا تصميم بشكل رائع زي اللي انت شفتوا ده التصميم اللي بعد كده أول حاجة هنحدد الفكرة الأساسية الفكرة الأساسية للتصميم هي رسم كاريكاتيري لميسي بطريقة مريحة ومضحكة حيث يرتدي ملابس جمايقية ويدخن سجارة تاني حاجة شخصية والشخصية معنا سهلة لأن هي شخصية ميسي تالت حاجة هي تفاصيل الصورة هي مثلا أنا عايز أقول له ارسم السجارة في يد ميسي اضف تفاصيل الدخان بشكل فكاهي ملمح وجه مبالغ فيها مثل أنف كبير وابتسامة واسعة تجعل الصورة أكثر تسلية كمان عايز أقول له الخلفية خلفية بسيطة تناسب الموضوع مثل خلفية موسيقية تعكس الثقافة الجمايكية وبنان عليه هنعمل التصميم بتاعنا بالشكل ده كن بإنشاء رسمة كاريكاتيرية مسلية للغاية باستخدام أكلام الرصاص الملونة تصور ميسي حيث يدخن سجارة ملفوفة وارتدي ملابس جمايكية يجب أن تكون هذه القطعة الفنية جزابة للغاية ومضحقة بالإضافة أن احنا هنضف له بعض تفاصيل الصورة زي تصوير بورتريه إنيمي وتوضيح ودي حاجات بيتم إضافتها في الموقع تصميم نفسه التصميم بعد كده الفكرة الأساسية ليه هي رسم كلب جاروب بسلوب تكعيبي يجمع بين الأشكال الهندسية والألوان الزاهية ليخلق تصميما مراحن وجزابا دي الفكرة الأساسية للتصميم الثاني حاجة الشخصية الأساسية وهي كلب جاروب الثالث حاجة تفاصيل التصميم إنه إحنا عايزين التصميم يكون فيه تفاصيل هندسية مثل العيون والأذن والفم وأجزاء الجسم الأخرى رابع حاجة وهي إضافات الخلفية وإحنا عايزين الخلفية تكون بيضاء عتيقة تسمح للجاروب بأن يبرز بوضوح يعني يكون ظاهر بشكل كويس وفي نفس الوقت الخلفية لا تشتت الانتباه عن الجاروب ولما عملنا كده فبالتالي هيكون البروميت اللي معانا رسمة مفاهمية مزهلة بصريا لجاروب بأسلوب التكعبية مرسوبا بدقة استثنائية تكون الجاروب من أشكال هندسية وهو مزيج حيوي من الألوان والأنماط مما يخلق تصميما مريحا وجزبا عيناه المعبرتان المفصلتان وملئتان بالحياة الخلفية بيضاء عتيقة مما يسمح للجاروب بأن يبرز ويأسر المشهد بتصميمه الفريد والمبتكر يمزج العمل الفني بسلاسة بين عناصر العمارة والرسم مما يجعله تحفى فنية حقيقية فن مفاهيمي توضيح عمارة رسم ده تفاصيل البروميت بتاعنا هنيجي بقى الخطوة مهمة وهي كيفية إنشاء التصميمات دي أنا ما زلت باستخدم موقع ايديو جرام في عمل التصميمات دي لأنه بصراحة بيعملها بشكل احترافي جدا موقع ايديو جرام طبعا نشرحه قبل كده بالتفصيل ولو انت تفرجت على الفيديو اللي فات برضو هتفهم ازاي تستخدمه الاستخدام هنا بكل بساطة إن انا هاجي هنا في المربع ده واكتب بتاعي مثلا هنا عندي بروميت زي ده طبعا انا كتبته بالعربي لكن للأسف الشديد الموقع عمره ما هيقبل اللغة العربية لأن الموقع بيقبل فقط اللغة الانجليزية فهيجي حد يقولي طيب انا دلوقتي هاجي اكتب بتاعي باللغة العربية وخلاص كتبته طب انا عايز بقى اعمله يعني حاوله التصميم فلازم ان انا اترجمه انا مش اطر في الترجمة وفي نفس الوقت ترجمة مسلا جوجل بتبقى ضعيفة شوية احنا هنستخدم ترجمة اللي هو الشاتبوت ان هي بتعمل ترجمة احسن وهنستخدم طبعا فيها وخصوصا ان اليومين دول شاتج بيتي طور من نفسه ويمكن دلوقتي متاح يعني استخدام بسيط كده على الشاتج بيتي العادي اللي احنا بنستخدمه بشكل مجاني فانا مسلا لو معايا تصميم زي ده هاخده كده كنترول اكس او هاخده كوبي ايا كان وهروح علشان اترجمه في الشاتبوت هفتح بعد طبعا مساجل حساب بجوجل عادي وهاجي هنا في المربع ده واعمل واكتب البروميت بتاعي هنا بالشكل ده ابس قبل ما اكتب البروميت هكتب حاجة مهمة جدا هكتب ترجم للانجليزية وبعد كده هفتح علام التنصيص وحط البروميت بتاعي باللغة العربية فبالتالي هيترجم لي النص اللي انا ضفته هيترجم اللغة الانجليزية بالشكل ده هاخد انا الكلام ده كده على طول كوبي هاخده كده كوبي وبعد كده هروح تاني على وهحط هنا الكلام بتاعي بالشكل ده باللغة الانجليزية وبعد كده هروح على البعد المناسب اللي انا عايزه مهم جدا ان انا فعل لان هو هيطور معايا شوية في التصميم. ومهم جدا ان انا اختار البعد المناسب انا هختار البعد التسعة لستاشر. مش مطلوب مني حاجة تانية هنا. انا بس عايز اعدل ديت وهخليها هختارها من هنا. احسن. هروح هنا على الموديل ده واختاره. كده كده طبعا معانا هنا ديت. ولو انت حابب ان انت تختارها من الموقع باحسن. يعني انا هاجي هنا مثلا. اختار وعندي هنا اللي هي وعندي. هختارها من هنا احسن لان الموديل هيشتغل عليها بشكل احسن. وبعد كده اضغط على عشان يبدأ معي عملية التصميم. ويطلع معي عندي اربع نتائج بالشكل ده. ودي كانت النتيجة بعد ما عمل التصميمات بالشكل ده. نجل التصميم اللي بعد كده هو تصميم بتاعنا هنا. طبعا بعد ما نترجمه بنفس الطريقة. لو انت كتب انجليز خلاص فانت هتكتبه على طول. هتختار برضو البعد المناسب وبعد كده تضغط على وهيعمل معاك اربع تصميمات بالشكل ده. هنا عمل اربع تصميمات هتلاحز هنا ان التصميمات مختلفة عن التصميم اللي انا كنت اعرضها. لان في كل مرة انت بتعمل فيها تصميم لازم هيكون مختلف عن التصميم اللي قبله. ودي كانت نتيجة اول تصميم كنت عملته بنفس هنا ده كان تصميم وده التاني وده تصميم كمان وده كان برضو احد التصميمات. عشان طبعا تحمل اي صورة من الصور دي بتضغط ثلاث نقط دي. وتضغط على دون لود فبتحمل الصور معاك. نجي بقى للتصميم الاخير بتاع البرتقانة. بعد طبعا ما هنكتب بنفس الطريقة. هاجي هنا اضغط على في الماجي واضغط على البعد المناسب. انا اختار برضو البعد تسعة الستاشر اللي هو وبعد كده اضغط على هيبدأ يعمل لي اربع تصميمات بالشكل ده. دي كانت النتيجة. ده بصراحة احسن تصميم طلع من ضمن التصميمات لان هو يعتبر اكتر تصميم ممكن يكون سليم. لان هنا مسلا ممكن يزهر عيوب مش عجبني اول شكل التصميم ده. هنا برضو التصميم ده مش احسن حاجة. وده في عيوب. فكان ده طالع باحسن شكل بالشكل ده. نفس الفكرة ان انت لو عايز تحمل التصميم هتروح على هنا وتحمل وخلاص كده اصبح تصميم ملكك. وكده كده هيبقى موجود على الصفحة عندك. وكده بقى احنا وصولنا نهاية فيديو النهاردة. اتمنى تكون استفدت من الحلقة وتعلمت شوية انت ازاي تعمل تصميمات باستخدام الزكاية الاصطناعية. انتظروا ان شاء الله في حلقات جديدة وهنشرح مع بعض تفصيل اكتر وتصميمات ومواقع تعمل بالزكاية الاصطناعية. اتمنى لو استفدت من الحلقة. ما تنساش تشترك في القناة فعلز الجرس. علشان تشوف كل فيديوهاتنا. وما ننساش ندعي لاخواتنا ربنا ننصرهم في النهاية. السلام عليكم.